السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم صباح الامل صباح الابتسامة صباح السعادة وصباح الطاقة الايجابية على اجمل اخوات في الدنيا يا رب عاملين ايه رب تكونوا بخير انتوا احبابكم بإذن الله حب ارحب بيكم وحب ارحب بالناس اللي هي دخلة جديد اهلا وسهلا بيكم اشتراككم تاك فوق الراس ويا رب اكونوا عند حسن ظنكم النهاردة هنتكلم يا جماعة عن حاجة كده جميلة جدا او عنواننا هيكون بإذن الله تلات افكار بتلات حيل عبقرية هترتاحي من خلالها في اكبر مشكلة بتواجهك اول حاجة ازاي اتخلص من ريحة التلاجة الكريهة او الوحشة سموها زي ما تسموها الاول كده نعرف هي ريحة التلاجة بتبقى وحشة نتيجة ايه احنا بنجيب او انتو مثلا بيجيبوا الخضار فبتحطوه في التلاجة الخضار ده ممكن ما يكونش مخصول فبالتالي نتيجة عدم الغسل الخضار دوت بيبقى مثلا في الخضار لسه عالق فيه الكيمويات والمبيدات والكلام دوت فبيبدأ الرطوبة بتاعة التلاجة او بخار المية بينزل عليه فبيبدأ يتفاعل الريحة الكريهة دي نمرة واحد نمرة اتنين برضو نتيجة الرطوبة اللي هي بتحصل في التلاجة او بخار المية اللي بينزل على الاكل فبيبدأ بعض الاكل او الخضروات اللي احنا حطت لها بيبدأ يعمل عملية تعفن فبالتالي بيولد بكتيريا اتخلص من الكلام ده ازاي بقشر البرطقان والملح هنجيب القشر البرطقانة هيبقى مجوفة وحط فيها حبة ملح الملح قادر انه هو يمتص الرطوبة والروائح من التلاجة تماما طب اشرب برطقان اشرب برطقان هيدينا ريحة حلوة للتلاجة تمام دي اول حاجة احنا عندنا طيب تاني حاجة كلنا في البيت ما فيش اي بيت ما بيخلاش فيه من المقص ساعات المقص ما بيكونش حامي او مع نتيجة مرور الوقت او عدم الاستخدام او استخدام الخاطئ او 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 بيبقى المقص تريم او مش حامي ازاي اخلي المقص ده حامي بفكرة جهنمية طبعا كل بيت فينا ما بيخلاش من ورق الالمونيوم هنجيب ورق الالمونيوم ابدأ اطويه تلت طبقات وابدأ اقص اجيب المقص اقص بيه ورق الالمونيوم ده في خلال السواني هتلاقي ان المقص بتاعك بقى حامي لان الالمونيوم قادر انه هو يحمي السلستين طيب نمنا ثلاثة وده اهم حاجة عندنا النهاردة ونركز في الكلام ده كويس الغسالة عندك بتطلح هدوم متشابكة وداخل علينا فصل الشتا والهدوم مش بتنشف بسرعة انا جبتلك طريقة عبقرية وحيلة عبقرية امنعلك بيها التشابك دوت وخلي هدومك تنشف في خلال دقائك حتى لو انت عامل البرنامج بتاع الغسالة التخفيف بتاعه 100% واحدة واحدة ونفهم الهدوم بتطلع موقت شابكة نتيجة لوجود قهربة سكنة موجودة داخل الغسالة طيب احلو ازاي احلو اللي انا اجيب ورق الالمونيوم وابدأ اقورو اقورو كده اعمل مثلا حوالي اربع قراط من الالمونيوم وابدأ احطها في الجانب الايمن في الجانب الايسر في الاسفل وفي الاعلى وفي المنتصف تمام كده حطينا كم كورة ستة او خمسة تمام كده واحد اتنين تلاتة اربعة وفي النص خمسة يبقى خمس قور هنحطها الخمس قور اللي احنا هنحطها دول في الغسالة قادرة ان هي تمتص القهربة السكنة من الغسالة فبالتالي الهدوم بتاعتك انا هحفز عليها هحفز عليها من التشابك لان التشابك ده بيقطع الانسجة بتاعت الهدوم تاني حاجة هيجفف لك الملابس بطريقة مزهلة بطريقة انتي مش هتتخيليها جرب الموضوع ده وقولي لي وانا واسق تماما من اللي انا بقوله نمر اربعة دي من عندي مش موجود انا مش حطيتها بس انا بقولها لك دلوقتي الغسالة عندك بتطلع رائحة كريهة طيب ازاي اقضي على الرائحة الكريهة ده سيبك بقى ايه من الدورة الخل والكلام ده لا اعملي كل الكلام ده بس اعملي حاجة واحدة بس هي الاساسية في الموضوع ده ان انا اخلي الغسالة بتاعتي تتنفس تتنفس ازاي اني انا افتح باب الغسالة بتاعتي لمدة ساعة في اليوم قادر ان هي تغير ريحة الغسالة من اي روائح كريهة دعيها تتنفس وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته